الغيبة هي ذكر المسلم في غيبته بما فيه مما يكره نشره وذكره والبهتان ذكر المسلم بما يكره مما ليس فيه وهو الكذب في القول عليه والنميمة هي نقل الكلام من طرف لآخر للإيقاع بينهما وقد حذرنا الله من الغيبة في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته وفي الغيبة ثلاثة حقوق حق لله تعالى وحق من اغتابه وحق أهله والمجتمع المسلم عموما وكل من تأثر بهذه الغيبة فلما تكلم المنافقون في عائشة رضي الله عنها وصل الضرر إلى أهلها وإلى مجتمع المسلمين وكذلك إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأهله وقبيلته فالغيبة تشويه للسمعة وهي جريمة غاية في الخطورة وكثارة الغيبة التوبة إلى الله تعالى والتحلل ممن اغتابه إن كان قد علم بغيبته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان من اغتابه لم يعلم بهذه الغيبة فالصحيح أنه لا يعلمه بل يستغفر له ويحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته